وينضم إلينا من القاهرة مفتش صلاحية الطائرات المهندس أحمد الببلاوي أهلا بك مهندس أحمد بداية ما مدى صحة فرضية البيانات اليونانية حول تعرض الطائرة لانحراف شديد في مسارها ومن ثم سقوطها أنا أعتقد أن أولاً عايزة أقول لحضرتك أننا بنعذي أنفسنا ونعذي الشعب المصري في ضحايا الطائرة وربنا يتولهم ويتغمتهم برحمته آمين ثانياً عايزة أقول لحضرتك أننا كمفتش تأمين سلامة الطيران آآ أقول لك أن الطائرة دي مؤمنة بحيث أنه جميع الأجهزة اللي فيها وجميع الجميع أجهزة الطائرة آآ لا يمكن أن هي يحصل فيها أعطال إلا آآ بتدي أختار للطيار أن فيه عطل في الطائرة نعم والعطل ده بيبان قدامه بكذا طريقة بالصوت وبالضوء وبكل حاجة وبياخد وقت إنما الطيارة كون أن هي تنقطع عن الرادار وما فيش أي تبليغ من الطيار يبقى لازم فيه حاجة خارجية أثرت على الطيارة وأسقطت هذه الطيارة نعم لكن ما هي تفضل؟ وربنا سبحانه وتعالى بقى هو إنما الحصول على الصندوق الأسود هو اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يتغمد الناس اللي ماتوا برحمته ويتغمد طقم الطيارة ويتغمد كل الناس اللي كانوا ركبين في الطيارة يتغمدهم برحمته لكن الطيارة مجهدة بحيث إن هي تدي إختار مسبق يعني لو الطيارة فيها أعطال لأن الطيارة بيتم التفتيش عليها قبل الطيران وبيتسجل في السجل إن هي الطيارة صالحة للطيران لو في أي أعطال تمت خلال الطيران الكابتن بيجيله حاجات تقوله إن في أعطال عندك سواء في المحرك سواء في الأجهزة بتاعت الطيارة نعم إذن مهندس أحمد ما هي أقرب احتمالات إذا سمحت لي مهندس أحمد مجهزينها بحيث إن هي بالطيارة نعم ما هي أقرب احتمالات سقوط للطائرة إذن نعم ما هي أقرب احتمالات سقوط للطائرة في هذه الحالة أقرب احتمالات إن يكون فيه عمل خارجي تم مع الطيارة نعم مش عطل في المحرك أو عطل في أجهزة الطيارة ده اللي أنا من يعني اللي أنا مقتنع به تماما يعني لأنه طبعا الطيارة بقول لحضرتك الطيارة مجهدة بتلاتة كمبيوتر يعتبر القلب النبض للطيارة بياخده أردر من كل الكمبيوترات بتاحت الطيارة لو أول كمبيوتر عطل التاني بيبقى بادل ليه لو التاني عطل التالت بيبقى بادل بيه يبقى فيه تلاتة كمبيوتر كلهم فيه واحد شغال واثنين ستاند باي ليه لو حصل أي أعطال في المحرك أو في الطيارة بس اللي هيحل اللغز بتاعة الطيارة دي وجود الصندوق الأسود الصندوقين صندوق بيسجل المحادثات اللي بتتم ما بين الكرو وما بين المراقبة الجوية أو ما بين الكرو وما بين بعضيهم وصندوق تاني بيسجل البرامتر في الطيارة كل أجهزة الطيارة بالكامل بتم تسجيلها في الكوكبت فيسر كوردر الكوكبت فيسر كوردر ده لو اتواجد هنعرف بالزبط إيه الأجهزة اللي فيها وإيه اللي معطلش وكل حاجة هتتحل بوجود الصندوق الإسود والصندوق الكوكبت فيسر كوردر والصندوق اللي هو بيسجل البرامتر بتاعة الطيارة نعم لكن إذا تكلمنا بصورة أدق أو أقرب كيف تفسر اختفاء الطائرة بهذه الصورة حيث لم تصدر أي رسائل استغاثة كما ذكرت أنا أعتقد أنه حصل مؤثر خارجي يا إما الطيارة تم وضع عبوة ناسفة جواها فانفجرت نعم ممكن ده واحتمال من الاحتمالات الوردة نعم يعني لأن الطيارة على بعد 37 ألف آدم وتنزل بالطريقة دي أو الحراف ممكن يكون كده أو ممكن الحاجة التانية أن يكون فيه واحد انتحاري جوه الطيارة دخل على الكابتن وعلى الكوبايلوت وهم لما شفوه خافوا منه أو بتاعه وحصل للعرف وحصل كناعة في الطيارة والاحتمال ده بعيد كل البعد ليه؟ لأن الباب بتاع الطيارة اللي ما بين الركاب مغلق وباب حديدي مصفع ولا يمكن فتحه إلا بإذن من الطيار نفسه يعني لو الطيار نفسه مش عايز يفتحه ما يفتحوش ما يقدرش حد يدخل على اللور يعني لو يعني فمفيش حل يعني مفيش حتى ده الاحتمال التاني نعم أو الاحتمال الأخير بقى اللي هو يعني ممكن يكون انفجار حصل جوه الطيارة هو ده السبب فيها الانفجار ده نتيجة خارجة نتيجة عوامل خارجية من الخارج يعني نعم شكرا لك مفتش صلاحية الطائرات المهندس أحمد البابلاوي كنت معنا من القاهرة شكرا لك